النهاردة كان فيه إجتماع بين لاجنة الحكام والمخرجين والمصورين هتقول لي دلوقتي احنا في نهاية الموسم هقوللك يا سيدي للمسم الجديد للمسم الجديد ايه اللي حصل في الاجتماع ده؟ الاتفاق على عمل اجتماع بين الحكام والمخرج والمصورين قبل كل مباراة في غرفة الحكام اجتماع ما قبل المباراة يشهد مراجعة اختيار الزاوية الصحيحة بين حكام المبراء والمخرج والمصورين الاتفاق على عدم استخدام الكاميرات المؤسرة في اتجاه الهجمة لتصوير الأجهزة الفنية والجمهير أثناء سير اللعب لضمان تصوير الحالات من جميع الزوايا لتحقيق أفضل صور لحكام الفيديو لتأكيد أو تغيير قرار حكم الساحة الاتفاق على تطبيق نص بروتكول بار المعتمد من الفيفا والذي ينص على عدم إعادة لقطات غير اللقطات المختارة من حكم الفيديو بعد المراجعة الميدانية من حكم الساحة للتؤكد أو تنفي القرار الاتفاق على توحيد عدد الكاميرات لإدارة المباريات بجميع المباريات لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الفرق هتقول لي مش متأخر شوية هقول لك أهو متأخر طبعا بس خليها للموسم الجديد طب هتقول لي الأعدة دي لازمت هي هقول لك معرفش ليه بقى؟ إنه الناس أكيد المصورين فاهمين الشغل المخرج فاهم شغله وإنت بتبعت كحكام تقول والله أنا محتاج 6 كاميرات 4 كاميرات 5 كاميرات 10 كاميرات 12 كاميرا عشان اشتغل كل واحد حط زاوية يقول لك أصل الحكام هيقودوا مع المساورين ومع المخرج قبل المباراة فيش كام ده هيحصل طبعا بس حلو إن احنا منتكلم مع بعض يعني الإجابية في الموضوع ده إن احنا نتكلم يعني أنا كحكام مثلا بدأ ما أطلع على الشاشة أقول لك والله المساورين أصلهم والمخرج أصل مش عارف إيه روح اتكلم معاه أقدر اللي حصل النهاردة فدي الإجابية